لو فعلا احنا طالبنا كستات ان احنا يبقى عندنا جزء شهري بالقانون المرأة تاخده من الرجل وعلى قدر استطاعك الرجل وعلى قدر استطاعك وعلى قدر استطاعك وفقا للفاق ما بين الطرفين وقبل الزواج ما فيش اي مانع من انها الطالب هذا ده انا ما عندش مشكلة فيه ده رأيي لكن امام جزء اخر عشان نكمل السطر كله ان انا عندي حالات وشفت حالات كتير ومش زي ما كل واحد بيدلل بحالاته وبيشتغل ايه فين انا بدلل بحالات انه عندي ناس بعد كل حاجته من ايطاليا باسم مراته وبعد كل حاجته من فرنسا باسم مراته واشترى كل الشهو باسم مراته وقعد حاليا ان هواش لاقي حد يعالجه خليه بس اكمل حاضرتك ما انا باكمل ده زواب فردي ده ما احنا ولنا بقى ايه نقطة يعني فعندنا حالات معينة قوم يعمل ايه ام يعمل ايه ازا لما نوع اذا هتخش القانون بقى يبقى هنتحول الى الزواج بالقانون المدني اللى هو عقل اتفاق يلا بينا يا جماعة من بكرة ده موضوع تانى بقى ده قصة الزواج بالقانون المدني اللى هو هنتفق سيادتك معلقة اترز وانا معلقة اترز سيادتك هديك مصروف وديك راتب سيادتك اعيش معك بكزا اللى تلسع انا بكلم حضرتك على وجهة نظر للطرفين انا موافقة ان انا احط في عقد الزواج بتاعي العادي اللى هو الشرع التاعي ان انا هنحط ورقة هنقول والله لو سمحت انا بنقول بنقول للمشرع ارجوك احنا كالستات في مصر طلبين ان احنا وحنا ملحق عقد لو سمحت انا عايزة مرتب شهري لو سمحت انا ما اضربش لو سمحت انا ارفض انك تتجوز علي لو سمحت ليا حقوقي واحترامي احط كم حاجة كده انا شكرا ده موجود على فكرة لا 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 وعلى فكرة في اسيمة الجواز بتاعة اسر الامين فيها حاجات جبا كده خلينا بس اسأل استاذ انا بعد اذنك يا دكتور يوسف انا دلوقتي اتجوزت وعادت في البيت ما اشتغلتش سواء بناء على رغبة الزوج او ان انا عايزة كل اولوياتي تكون في البيت والولاد تمام ولما بقى عندي خمسين ستين سنة خمسة وستين سنة هو طلقني وانا ما كانش عندي اي استقلال مدين عنديش ما حوشتش حاجة ما حوشتش حاجة اروح فين يعني انت دلوقتي لما انت تكون انت ضد ده انا بقى كواحدة ست اشتغلت في البيت وشئيت وتعبت واخترت البيت ووصلت لسن واضطرت برا البيت اعمل ايه بص يا بس يا النقط انا مش ضد الشروط خالص عشان اللي النقط انت بتكلم فيها انا معيك انا انا حط في البداية واحدتين ثلاثت انا مش ضد ده بس يا الفك لو انا حطيت بقى مرتب قلت لي خلاصها دي كالفين جنيه وجات ايه احتاجت عملية بمئة الف جنيه ايجا اقول لها خلي بالك انت حوشت مني اه تلاتة ملون جنيه مش حدهم لك يعني لا هي من نفسها هتقولك انا معي كزا لا انا عا فكرة انا بقى سعيد جدا لو مراتي جات ساكر الستان زمان كانوا بيبيعوا سريطة والراجة احمن مصطلحات انا عايز اقولك على حاجة سؤالين اولا 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 في المصرحين انت اتبت مرد علي فيهم لما اه 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 اقولك اولا انت او انت بتديها مرتب الفين جنيه ده اهم مكتسب كن هي احتاجت عملية مريك يكون مرتبة قليل الفين جنيه اهم مرتب مني افترض انا بقى مش هدو من الشور استاني يا مفيد كن ان هي احتاجت عملية ده مش معناه ان هي انت عارفة بعد الثورة كان قطعات السياح ان ضربت اديلية وكان في ملايين قاعدين في النام ده مش معناه ان هي تديك فلوسك انت مقبر على انك انت تعمل لها العملية خلو يبقى انا مش مقبر وهي اطمع القرش من المرادة تقامل العملية ده حقها يعني فكرة انها اه من البداية انا عارف ان ما فيش انكم بالنسبة لها وما فيش ورثة وغداية وما فيش شغل بالنسبة لها وهي محتاج انها تصفى عن نفسها وتبقى وتخرج وتبقى زيها زي صحابتها وتصرف وتعيش ده حقها وفولها العربية وغير العربية كمان انما فكرة بقى ان انا اجي اقول ان انا لما اطلق مراتي ابي افتراض هي مثلا جيت ايه انا عايز اطلق خلاص حسب ان اخلاف هي مش طيقاني او انا مش طيقها اجي تاخد نص صرويتي على فكرة ده كده اقتراح من دكتور امي المصير وهي نفسها غيرت النسب بعد كده وقالت لا ده كتير انا ممكن اقول ان اتجاوز خمس سنين جاوز خمسة في المية عشر سنين عشر في المية طب انا سامح لك والحق لو انا مجاوز اتنين فيما يختصر انا عشان وقت يا احمد انا اسفة بس انا عشان نخلص في هذا الموضوع هل انتم مع او ضده سؤال واحد والاجابة واحدة ارجوك ارجوك عشان الحق وقت يا انا اسفة جدا هل انتم مع فكرة ان لو المشرع قرر ان هو يوافق على ان يبقى فيه مرتب شهري للمرأة هل الرجل يعترض في هذا الوقت ولا يوافق لو هو بيشتغل وضامن ان فيه شغل في حالة العمل وهو ضامن ان كم ده منجود ان انا اوفر لها ده اوفره لها مش بالقانون بالاتفاق لا بقى قانون احنا قولنا المشرع يعني انت بعد الجلسة دي لسه ما غيرتش لا لا خالق لان انا بشوف حالات مماثلة الراجل الغلباني لدخل و1000 و50 قبل الجواز قبل الزواج يضعوا مع بعض الاتفاق اللي هيكملوا حياتهم عليهم عندما يضع المشرع القانون في ان يلزم الزوج على ان هو يدي الزوجة مرتب توافق ولا تعترض على القانون اللي معناه انك هتخش السجن اذا وضع درائب تأمينات مكافية الزوجة نعم ام لا نعم ام لا اذا وضع المشرع على القانون بهذا الشكل وهو قاصر في نصه لا لا اذا كنا اذا ضمنا السجن اللي رجالة حياتهم حضراتكم وانطلع قاصل